السلام عليكم طلاب الصف الثالث متوسط بهذا الفيديو راح نحل صفحة 19 وصفحة 20 وصفحة 21 بالكتاب الجديد بالمنهج الجديد فهذا التمين قدامكم مو مهم نعبره هذا مو مهم هم هذا استماع وبعد الاستماع مالته مو موجود أكبر الكتاب القديم وما حلول عندي بس أكبر أخافهم غيرين بالاستماع نزل ذني ذني أخوان ذني المعاكسات مهمات كلش كلش مهمات حفظوهم وبسيطات Dangerous اللي هو خطر Safe أمان Awful فضيع Excellent ممتاز Expensive غالي Cheap رخيص Happy سعيد Sad حزين Old قديم أو كبير بالعمر إن أنا قصد فإذا تكتب New صح وإذا تكتب Young هم صح أي وحدة من ذنب تكتبها صح أوكي لنهاية الطمعنا الثاني معاني Old قديم مقابلها New جديد وOld كبير هنا يقصد بالعمر Young صغير بالعمر أوكي Uncomfortable Comfortable غير مريح Comfortable مريح تمام Write words that match the definitions اكتب كلمات التي ترابط التعارف هاي تعارف احنا راح نكتب كلمات نشوف التعريف شنو التعريف طبعا مهمة أخوان كلش مهمة ذنين It makes cars boats and planes move هو يجعل السيارات القوارب والطائرات تتحرك شن هو أكيد المحرك فنقول an engine محرك Words and pictures to help sell things كلمات وصور تساعد على بيع الأشياء شن هنا هاي الكلمات وصور أكيد اعلانات مصحة فنقول Adverts A person who helps others is شخص اللي يساعد الآخرين هو شنو helpful مساعد You can monitor your health with this device يمكنك مراقبة صحتك مراقبة صحتك مع هذا الجهاز يا جهاز Smart watch ساعة ذكية لأن أعلاناتنا بالوحدة الأولى كلها على الساعة الذكية مصحة وكل الساعات الذكية اللي بالعلانات هي تقدر تراقب بيها الصحة مالتك Three or more people waiting in line ثلاثة أو أكثر من الناس ينتظرون في صف صف يعني مو صف مالطلاب لا مصطفين يعني شنو كيو طابور نجي للصفحة 21 لوكي كوستما الزبون خمسين المحظول رقم خمسين هنا title هو نفسه الشخصيات هاي الشخصيات عن شنو القصة هذا ما لدي أطور عليكم الفيديو كلمات جديدة أي كلمة جديدة عليك تكتبها هنا أوكي نجي الأسئلة الأسئلة مهمة كلش answer the questions أجوب الأسئلة أين عقدت وين حدثت القصة تقدر تجاوب جاوبين يأما تجاوب مثل هذا جاوب أو تجاوب بس هذا جاوب هم صحيح كلش لحظ تقول إن المتنبي streets inside الساقي bookshop أو تقول بس in الساقي bookshop اللحظات فيها كلها حثت وين بالساقي bookshop مصحح فجوابك صحيح تقول in الساقي bookshop أوكي why was كريم sad when he arrived at the bookshop لماذا كان كريم حزين من وصل المتجر الكتب أو المتجر الكتاب لماذا كان حزين لأن شاف ناش لازمين سارة على الباب قال لك كان وين حصل وين اشتري اول واحد ما هو كان فكرته بان اشتري هو اول شخص يشتري الكتاب فقال لك وين حصل لأن هو شاف طابور كبير مصطف خارج الباب هذا الجواب ذن السطرين حطي لكم سطر هات طور شين يستخدم شنو كتب بي what was كريم 's dream شنو كان حلم كريم كريم بالقصة كان الحلم ما التبع ان يكون شاعر مشهور يوم ما to be a famous poet himself one day of a job لحد one day why did the shop owner give كريم a prize لماذا صاحب المحل أعطى كريم جائزة ليش الطاهية لأن كان هو الزبون رقم خمسين زبون لأنه كان 50 عم خمسين عم هاته عم لم يشوفوها مثل هذه هذه كلمة الضائحة لأنه كان الزبون رقم خمسين خلال يعني شون العبر الباب لأنه كان كريم سعيد جدا مع الجائزة لأنه قرأ كل أشعار النواب بالقليل مرتين وجدهم مثيرات للاهتمام جدا من الذي سوف يقرأ كريم's poems and give him advice من اللي راح يقرأ أشعار كريم وينطينا صيحة النواب لحد هنا كمال هذا الفيديو أتمنى تكونوا استفاديتهم من عده شكرا للمشاهدة